اهلا بحضراتكم من جديد شفنا هذه الظاهرة اللي نتمنى ان كل ابناء الاهل خاصة المختلفين على فرص العمل فيه يتوقفوا شوية ويراجعوا لان في الاول وفي الاخر اعتقد الجمهور قادر جدا على هذا الفرز السليم لكن يبقى دائما وابدا كلام كثير مهم في الغربال وحية اهلي وشبابه يمكن رائعة عبد حليم حافظ هذه الايام كانت دايما بتكون دي اغنية السنوية العامة وحية قلبي وافراحه كانت هذا الاسبوع لجماهير الاهل مبارح وحية اهلي وشبابه لان الحقيقة الشكل اللي ظهر عليه ابناء الاهل الصاعدون في مباراة الاتحاد والفوز 3-0 بعث برسالة تطمين عالية لجماهير الاهل عن مستقبل كرة القدم في النادي الشباب والحيوية والروح والاداء بداية كويسة جدا لمجموعة موهوبة تحتاج الكتير من الشغلة باش منظر انا من مدة كده كنا بنتحدث وقلتلك قبل الازمة التتفاق قلتلك يا استاذ ابراهيم المسألة مسألة كمية الطاقة كمية الطاقة تفضل في الملعب وخصوصا في منطقة وسط الملعب ايه لو كمية الطاقة دي قلت الأداية هتازر لكن لو كمية الطاقة دي فضلت بمعدلاتها التي تفوق طاقة المنافس بتفرض اسلوبك عليه ايه طول ما كانت الطاقة عندنا أعلى والطاقة يعني ايه حالة اللعيب البدني والزهني في مجمل النجوم ده كان موجود في بداية الموسم حدث الله حرج الناس شايفة لاهلي يأكل الأخضر وليه بس ويلام وهو الفائز بالخمسة والأربعة والثلاثة انه بيفش سبعة وتمانية وتسعة احنا جينا علماتش اللي فات وكان الوقت يسمح بمنتهى الهدوء وبدون يعني حسابات فيها مخاطرات كبيرة انك تشوف مجموعة من سباب يعوضوا فارق الطاقة الذي بدأ فريق الأهل يفتقده نتيجة الإرهاق والإصابات واللي بيرجعلك بيرجعلك في فترة نقاها ميرجعلكش فعلا معدلاته اللي شوفناه في ماتش الاتحاد بيقول انه لما اتعوض هذا الكلام بالجري كتير ما هو الجري كتير يعني يعني ضغط سليم جماعي فردي وجماعي طبعا يعني تحرك بدون كرة فتسهل زوايا التمرير للمنافق اللي يزميلك ومن ثم تسهل قرارك انت لان بيبقى المدافع مش عارف هو انت هتجري ولا ترقص ولا تشوت ولا تباصي لان كل الخيارات متاحة وانت عمل تجري زى الفريرة يمين وشمال وتقطع كون التالت نموذج للرؤية ياريت نشوف الاهداف يا جماعة لانه فعلا النموذج في المهندس عدلي بيقوله حتى لما تشوف الماتش ده واحد من الاحسن ماتشات أليو ديانج شوف الاندفاع بتاع كريم فؤاد في المساحة الفاضية والفولو ودي ميزة أحمد الساد غريب على فكرة فيه كتير جدا من الستايل بتاع والده هو ده كان نوع المهاجم ده اللي يجي بوشه هجام ما بيعرفش يوقف والده كان سيالحظ والده لما خد فرصة زى كده أول ما يطلع أول ما طلع ده له اعتقد حسام البادري جاله رباط صليبي كان الحظه وشش ربنا يعني يعوضه في ابنه لانه هو مهاجم وعد يعني وعد لانه متحمس وشوف الجون ده قرار بالمرور قرار عنده لعيب دريبلر جات له الوقت والمساحة انه ياخد قرار يا إما بالتصويب يا إما بالتمرير كان عنده شمال ومرر أو يرفع فخد قرار هو قادر عليه وربنا وفقه من ترمتش اللي فات مثلا هو بصه ميكو سوني شات كرة في العرضة في الآخر كانت فرقت معنا ومعاه لو جات جود في الآخر ثانية في الماتش اللي فات الولاد عملوا ماتش كواز جدا لكن أنا عايز أتوقف بس الكابت الخطيب ودي شغلة الخبير الراجل الذي اعترك الملاعب اتعجن فيها فقال بالراحة بالراحة على الناشئين واحدة واحدة وهي اللي حيبقوا تحت ضغط النمزة اللازم يتقلقوا بالصمراء فمش عايزين نكرر المشكلة نمر اتنين طب فين دور اللعبة اللي رايحناهم هو احنا رايحناهم ليه احنا رايحناهم مش عشان عشان عارفين تقولوهم وهنا بيحضرني تأكيدة لكلام الكابت الخطيب هو بيقول مش هما دول اللي وصلوا خمس مرات فاينال مش هما دول اللي كذبوا اتنين دور العبطار من خمسة اتنين برونزية مش هما دول اللي كذبوا اتنين برونزية من اتنين نهائيات بطولة قندية طيب مش هما دول بقى انا هكامل انا من عندي لان الحقيقة انت لما تفكر فيها احنا اول مقابلة لنا كانت مع بطل اسيا امام الاتحاد الفين وخمسة اه وخسرنا واحد صفر بالفريق المرعب وكان الحقيقة ما نستحقش الخسارة في زي المبرة بعد كده احنا كسبنا الدحيل في قطر اه وكسبنا الهلال في اموظامل اي يعني عايز اقول في وسط جماهيرهم اي بالجيل ده فانت كسبت بطل اسيا مرتين بالجيل ده اي اللي هو شارك يعني كمان انت قبل كده كسبت في الفين وستة كوبا امريكا وخدت البرونزية لان خسرت من المونتيري بعدية اربعة السنة اللي فاتت انت كسبته واقصيته وصلت ايه تالت ورابع وكسبت الهلال واخدت المركز التالت ده معناها ايه انا كسبت في هالمراس قبل كده فانت كسبت في مع جوسي بطل امريكا الجنوبية وكسبت مع موسيماني مرتين بطل امريكا الجنوبية اذا اذا هذا الجيل اللي العيبة انا ليه بقول كده بقول كده لانه الجيل ده هيسترد نفسه وحيرجع يرعب الناس ثاني من جديد والقرار الحكيم اللي اتاخد ده ده توقيته ارجع للوقت والتوقيت نستحمل خلاص ما بقناش تحت ضغط المنافسة الملحة لو حصلت معجزة وانت شايف ان المشهد العام لن يسمح بتعطر المنافس فخلاص انت it's about time هو ده التوقيت اللي بتدي تاخد قراراتك الجريئة واتخدها النادي الان وجنة مرها في مباراة الاتحاد وارجو ان يستكمل اشتركوا في القناة